اشتركوا في القناة اسئل سيتارو على أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة مع ختام أعمال مهرجان أنبون للابتكار في حلبة البحرين الدولية وقد جاء احتضان المملكة لأسبوع البحرين للمشاريع الناشئة بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين كشرك استراتيجي وبمشاركة أكثر من 2500 خبير في مجال الاستثمار والصيرفة والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا المالية هذا وقد جمع مهرجان أنبوند أبرز الشركات العالمية في مجال الابتكار إلى جانب مؤسسات القطاع العام وأصحاب المشروعات الناشئة لتسليط الضوء على أحداث الاتجاهات التي تقود نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي كما نظمت شركة أمريكان إكسبرس الشرق الأوسط فعالية هاك أدى تراك لبحث سبل بناء الحلول لتشجيع تبني المدفوعات الرقمية الابتكار هو شيء مثل ما تعرف ضروري أهم شيء التركيز أهم شيء التركيز على احتياجات العميل عن طريق الابتكار وكذلك من طريق التركيز على العملاء كذلك خلق بيئة تقوم على تشجيع هذه الابتكار وطبعاً حنا قاعدين نسوي كذلك مسابقة اسمها هاك أدى تراك مسابقة الابتكار الرقمي وطبعاً فيها جوائز طبعاً عندنا أكثر من حوالي 100 مشترك قاعدين يعملون ابتكار وفي جائزة كبرى عبارة عن 20 ألف دولار أمريكي للفائز ونحن نشكر الـ EDP على دعمهم لهذه الفعالية وبالنسبة للفينتك والتكنولوجيا المالية صراحة يعني الإفنت مثل ما تشوفه اليوم جداً يعني 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 a number of players مثل الأكديمية الجامعات الغطاع الخاص الشركات الجهات الحكومية صراحة لا بأخذ الفرصة نشكر المجلس التنمية الاقتصادية يعني عشان يخلون هالفعالية تكون موجودة في البحرين يبين يعني ما شاء الله الشركات من أنحاء العالم من آسيا من سنجبور من أمريكا مايامي ومن لندن يعني هاي الإفنت يعني ما في نفسه الصراحة في المنطقة يعني في الخليج العربي هاي أول إفنت مثل ما هو في المنطقة وإحنا كشركة زين ندعم الشركات الستارتابس في ختام التدولات الأسبوعية أقفل المؤشر العام لبورصة البحرين على انخفاض بنسبة 0.23% مغلقاً عند مستوى 1370 نقطة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع أحد عشر مليون وستمائة وثلاثة وتسعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين وستة وسبعين ألف دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وإحدى وعشرين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهمة ثلاث وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تمان شركات أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحود على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت بالنصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني بنك إنفستكورب في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جسده الأسبوعية مائة وستة عشر عطاء تابعا لأربع عشرة جهة حكومية بلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة في الجسد نحو 32 مليون دينار وتصدر الجسد من حيث عدد المناقصات شركة تطوير للبترول بخمس مناقصات وقد أظهرت بيانات الجسد طرح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني منقصة إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بمحافظة المحرق التابع لوزارة الصحة والممول من قبل الصندوق السعودي ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين لا نتابع أسعار صرف دينار البحرين مقبل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع أن حجم التجارة بين البلدين في تصاعد مستمر مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في بريطانيا تقاس بالمليارات وتعمل أكثر من 200 شركة بريطانية في المملكة كما بلغ عدد الشركات البريطانية المتعاملة مع السوق السعودي أكثر من 6000 شركة فيما بلغ حجم التجارة البينية بين المملكتين عام 2017 بين 10 إلى 12 مليار جنيه سترليني وأشار المطوع إلى أن العلاقات بين الجانبين في مجلس الأعمال قد وصلت إلى درجة عالية من الاستقرار والنضج وأن وجهة النظر بين الطرفين مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل سجلت شركة حديد الإمارات جمالية إرادات بقيمة 6.6 مليار درهم خلال العام 2017 بزيادة استثنائية وصلت إلى 22% وقال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة إن حديد الإمارات تمكنت من تحقيق أداء مالي ثابت على مدار العام المصرم مؤكدا أن نسبة الديون مقابل الأصول تبلغ نحو 29% وأكد الرميثي أن الشركة رفعت من إنتاجها لأصل إلى أكثر من 3.2 مليون طن بنهاية العام الماضي وذلك نتيجة لتشغيل مصانع الشركة بكفاءة عالية وتوسعي في دخول أسواق جديدة ترجمة نانسي قنقر